نظمت مؤسسة حياة كريمة تحت عنوان يدوم الفرح حفل توزيع أجهزة عرائس لعدد مئة عربوسة من أبناء محافظة سهاج لتأهيل وتجهيز الفتيات المقبلات على الزواج بنطاق المحافظة وقال منصق عام حياة كريمة بسهاج هشام حداد إن مبادرة الرئيس الجمهورية حياة كريمة تحولت إلى فلسفة حياة كريمة لتقديم كل أوجه الدعم للأهالي في مختلف قرى مصر تحت عنوان يدوم الفرح رسمت مؤسسة حياة كريمة طارق الفكري محافظة الإقليم بعرس جماعي لمئة من بنات وأبناء الشعب السهاجي من داخل قرى حياة كريمة تلك القرى التي تنفذ عليها مشروعات المبادرة القومية مبادرة حياة كريمة التي حولت الصعيد من صعيد مهمش طوال عقود طويلة إلى صعيد ثعيد المبادرة دي من ضمن المبادرات كتير قامت بها مؤسسة حياة كريمة هدف المبادرة مساعدة الفتيات الغير قادرات تأهيلهم للزواج وتم عمل دورات تدريبية لمجموعة من الفتيات للتأهيل للزواج عن طريق المجلس القومي للمرأة والأزهر الشريف والأوقاف اليوم يدوم الفرح عبارة عن تجهيز وتأهيل وتدريب مئة عروسة يتيمة بالمحافظة الحقيقة أننا اليوم كان وراء جهد كثير وشهور أصلاً عشاء خاطر أن نقدر نختار مئة عروسة من جميع الأماكن من جميع القرى ومن جميع النزوح كان وجهتنا أننا نقدر نجيب عرسان أو عروسة مؤهلة ومستحقة فعلاً ويتيمة بالفعل حوالنا توزيع جغرافي حوالنا توزيع الديني على قدر الإمكان حضرتك تجهيز العروسة بيكون من غسالة من تلاجة من بتجاز من شنط المستردمات شخصية لميت عروسة الاحتفالية شهدت عروضاً فنية وفلكلورية قدمتها مديرية الثقافة بسهاج واستحضور كبير من قيادات المحافظة بالإضافة إلى أسر الفتيات المكرمات المقبلات على الزواج أننا نعمل البحثات وبدأنا نجهز الأوراق وقدمناها والحمد لله برضي مبادرة حياة كريمة زي ما عودتنا دايماً أنها بتوفي ووفت معنا وعطت كل العرائس كل واحدة جهاز وكانت فرحة عريمة أنا بشكر مؤسسة حياة كريمة لكي جابت لي الجهاز النهاردة من غسالة البتجاز لتلاجة الشاشة أول ما نزلت المبادرة بصراحة نحن فرحنا وفرحنا قصر كتير نحن ما نقدر نساعدهم في حاجات كتير يعني طبعاً لما نزلت المبادرة تجهيز العرائس نزلنا بنفسرين للناس أكثر احتياجاً وتم اختيار بعض العرائس اللي هم فعلاً محتاجين الجهاز زنوا يوصلهم الاحتفالية شملت عرضاً لما قدمته مؤسسة حياة كريمة خاصة في محافظة سهاج التي ساهمت بشكل كبير في تغير واقع المحافظة إلى الأفضل العرض تناول ما تم من مشروعات ضخمة في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي والبنية التحتية ومختلف القطاعات المبادرة انبثق منها العديد من المبادرات التي أصبحت تبحث عن المواطنين المستحقين في كل شبر في مصر لتقدم لهم الدعم والرعاية الصحية والمجتمعية وتوفر كافة احتياجاتهم بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة